السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم في عنا التحديثات الجديدة اللي وصلت وأمور التحديثات وروابط التحديثات كمان عشان تنزل التحديث وتعمل تحديث لجهازك إلى تحديث 14 كونوا معنا اليوم التفاصيل الكاملة الجديدة اللي وصلتنا ستكون لديكم لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وتشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد خلينا نروح إلى التفاصيل ورجعنا لكم نجديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأيقونات هدول لو حابب يكونوا عندك الآن هعطيكيهم قبل ما أبدأ في الفيديو هعطيكي يهم بونس شايفين الأيقونات هدول؟ شكلهم رائق وحلو صح؟ شو اسمهم؟ نيجي على الثيمات ونيجي على المكان هده ثيمات مخصصة وعندنا وان يو آي فايف اللي هو هده لشريط الحالة والأيقونات وعندك نمط القفل إذا حابب نمط القفل هده شايفو؟ وهي كمان عندنا هولي سافاري لو انت ملاقيتش الوان يو آي فايف في واحد بديل عنه بديل عن الوان يو آي فايف هتأخذ هذا الثيم وتعينه للأيقونات شايفي اسمه؟ وان اكس بيريانس فايف نفس الاشي ونفس الأيقونات يعطيك أيقونات الصحيح هيك محترم خلينا الآن ندخل في الفيديو تحديثات 14 احنا بنعرف بتصل قاعدة يعني قريبا يعني كتير أجهزة حوالي أكتر من 80 جهاز ووصولهم تحديث 14 ومن ضمنهم أجهزة حصلت على تحديث 14 وحصلت على أندرويد 12 زي مثلا ريد منوت 10 حصل على أندرويد 12 وفي منهم حصلوا أغلبهم طبعا على أندرويد 13 اللي حصل على أندرويد 12 ليس شرطا أنه هيحصل على 13 ممكن يضلوا على 12 هذا إشي طبيعي خلينا نجي نشوف إيش التحديثات اللي وصلتنا جديد إذا حابب تعمل زيادة تعتيم الشاشة تفعل هذا في مركز التحكم أنا عملت فيديو عنه تقدر تعمله هذا الإعداد أو هذا الايقونة في مركز التحكم عشان أنت ممكن تستخدمها في الظلمة والعتمة بتفيدك كتير كتير وتوفر بطارية أول تحديث هنستفتح فيه وصل وهو التحديث الريد منوت 10 اس الأوروبي 14.0.2 على أندرويد 13 وهو الآن هذا التحديث متاح ميت انتي وميت انتي برو إحنا هذا التحديث حكينا عنه هذة التحديثات متاحة للجميع خلص يعني بطلت يعني أو خلصت موضوع المي بايلوت صارت متاحة إلى الكل ميت انتي وميت انتي برو لجلوبل 14.0.1 على أندرويد 12 وطبعا أي تحديث انت بدكية بس بتضغط زي هيك وبتعمل فتح بينزل يعني لو عملت فتح زي هيك هتلاقي الآن هنا هيو بلش ينزل لاحظ انه هيو التحديث هيو التحديث بلش ينزل شاومي 11 تي برو الأوروبي 14.0.8 على أندرويد 13 بوكو اكستري الان افسي الاندونيسي 14.01 على أندرويد 12 بوكو افتلاتي الروسي هاي الروسي 14.01 على أندرويد وهو الأندرويد 13 بوكو افتلاتي التايواني 14.0.1 على أندرويد 13 ريدمي نوت 9 برو الأندونيسي احنا بنعرف ان ريدمي نوت 9 برو والريدمي نوت 9 اس اجيهم تحديث بالنسبة للنسخة العالمية وهيو موجود التحديث للنسخة الأندونيسية وهو التحديث 14.0.1 على أندرويد 12 مش 13 برو الأندونيسي 14.0.1 على أندرويد 12 لحظوا هنا البوكو افتل ومي تين تي ومي تين تي برو والريدمي نوت 9 برو والريدمي نوت 9 اس كلهم على أندرويد 12 شومي 11 هي آنية 19زول عن عن دونيسي 14.0.1 على أندرويد وهو أندرويد 13 شومي 11 الروسي 14.0.1 على أندرويد 13 شاومي 11 عاش لايت فور جي الاندونيسي اربعتاش فاصل سفر فاصل اتنين على الاندرويد تلات عاش. بوكو افتو برو اللي هناك حكينا قبل شوي اللي هو البوكو افتو برو العالمي وهنا عنا بوكو افتو برو التركي. اربعتاش فاصل سفر فاصل واحد على اندرويد اطناش نتأكد منه هنا عالمي ولا ايش كان? هذا اندونيسي. والعالم ايضا وصل. هنا اندونيسي والعالم ايضا وصل. شاومي 11 تيه التايواني اربعتاش فاصل صفر فاصل اتنين على اندرويد طلتعش. شاوم 11 برو. ها ها 11 هدا عليه معالج ديمين ستي. هدا عليه معالج Centre seeking d Socialries. ه Raspberry rotate. شاومي 11 برو. تيواني. أرب Starbucks ادريد طلتعش. ريد 2001 برو. 5G. نفس تحديس باكو. برو 5G. وبزيدك من من شعر بيت. وهو نفس تحديس. ريد بنوت 11 اي برو. تمام? هادي الجهاز نفس الشكل نفس المواصفات نفس كل حاجة. 18.0.7 الاندرويد 12. ونزلنا التحديث في الفيديو السابق الذي يسبق هذا الفيديو. ريتم نوت 11 برو 5 جي بوكو اكس فورو برو 5 جي الاوروبي هنا النسخة هيش العالمي الجلوبال هنا الاوروبي 13.0.5 على اندرويد وهو اندرويد 12 وهنا اندرويد 12. هذا الجهاز هيجيله تحديث اه 14. وكمان هيجيله اندرويد وهو اندرويد 13 وقريبا بالنسبة لل 11 برو 5 جي والفور جي. هذه كانت كل الاخبار بخصوص التحديثات والروابط كلها هتلاقيها في قناة التليجرام. احنا بنعرف انه في عنا في قناة التليجرام في موجود كل الروابط وكل التحديثات موجودة في قناة التليجرام. اذا اما اشتركتش او ما دخلتش على القناة ادخل جرب شوفوا الامور هتلاقي فيه تحديثات وفي امور هتستفيد منها ان شاء الله. نلتقي ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.